عايزين نساعد إدارة الإسماعيلي إدارة الإسماعيلي بتختار مدرب دلوقتي ويبدو إن فيه لأغبطة يعني فيه اختلافات في وجهات النظر ويسمعني أسماء كتيرة أوي لو إنت من بر وإنت مش صاحب مصلحة دلوقتي إنت مش جوال الإسماعيلي تنصح بإيه؟ الإسماعيلي محتاج إيه دلوقتي مدرب نوعية إيه بيفكر إزاي؟ ولو ليك النصيحة يعني في الأول الآخر هتبقى الإدارة صاحبت المكرارة إنجاز دينا النصيحة فإحنا بننصح بس بحاجة مهمة جدا إن إحنا يعني أو النادي الإسماعيلي مفيش وقت للخلاف المرحلة دي مش مرحلة اختلاف مرحلة دي مرحلة الناس تقفل على نفسها وصوت واحد ورأي واحد واتجاه واحد ورؤية واحدة لأن الموضوع مش مستحق انت شاف النار ده أكاف قيد انت شاف النار ده لعبة كتير جدا خرجت برا النادي الإسماعيلي مجلس الإدارة لايكون فعونا بيسدد فواتير قديمة بصورة كبيرة جدا ولاد صغارين محتاجين يحسوا بشوية تركيز جوا النادي ويحسوا أن النادي مقفول عليه والنادي مش مخترك وكلام كتير في الميديا وكلام ده كله فالنادي محتاج وجهة إدارة مختلفة شوية إدارة مختلفة بحكمة برزانة شوية بتقل شوية بهدف واحد لأن في الأول في الآخر محدش عاف ينط من المركب هي المركب ماشية والإسماعيلي قادر باللعبة الموجودة بالجهاز اللي هيجي أي أن كان من اللي هيجي بالإدارة دي لو قفلت بجمهوره العظيم إنه إن شاء الله يقدر يعدل مرحلة دي لكن أي خلاف جوا نادي الإسماعيلي مش في مصلحة نادي الإسماعيلي صحيح مستحيل يعني